من عاش مع القرآن الكريم وانغمست روحه في آياته أصبحت روحه قرآنية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وهذه الروح متفائلة لا تعرف اليأس ولا التشاؤم لأنها أحسنت الظن بالله والمؤمن الحقيقي لا ييأس من روح الله ولا تؤثر فيه تقلبات الأحداث فتفائلوا يا أهل القرآن البعيدون عن الله سبحانه وتعالى يعيشون حال من التخبط والتعب والضنك والحزن وما إلى ذلك من هذه الأمور بدليل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذه حالهم وهم ينظرون إلى أهل الإيمان والالتزام بأنهم ماذا مطمئنين مرتاحين لأنهم على اتصال مستمر بالله عز وجل في كل أمورهم وعلى كل أحوالهم وإذا ما أراد أحدهم هؤلاء البعيدين أن يتوب ويأوب التجأ إلى من؟ إلى هؤلاء الذين هم مرتبطون وقريبون من الله سبحانه وتعالى لأنه ماذا ظن ظن فيهم الخير والصلاة وإذ به يفاجأ أنهم أيضا في هم وحزن وتعب فيقول في نفسه أنا كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى وكنت أعيش هذا الهم والغم والضنك وهؤلاء على اتصال بالله وهكذا معيشتهم وممكن أن يحدث نفسه أنه أبقى على وضعي كما كنت الغاية من كلام أحبة الأكارم لا تكونوا سببا في عدم هداية الناس لأنكم لم تفهموا الدين صح ولم تتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم صح لأن الناس يرونكم مع الله وبالله وأن حياتكم ملؤها السعادة والأمان وإذا ما قتربوا منكم حسوا العكس بالضبط بسبب فهمكم الخاطئ فضللتم وأضللتم فتنبهوا يرحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات تدبر القرآن العظيم ولازلت مع حضراتكم في الصفحة 34 وهذا الجزء الثالث من تدبر هذه الصفحة والأخير إن شاء الله تعالى وصلت مع حضراتكم إلى الآية رقم 219 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة التي ستبدأ بالصفحة بعدها 35 في الدنيا والآخرة طبعا قلت أحبة الأكارم يعني كان مثلا هنا في التدبر أو في السيرة النبوية المطهرة ودائما أقول لحضراتكم أنه أحنا نطير بجناحين جناح التدبر وجناح السيرة واحدهم يكمل الآخر خلوها ببالكم حتى أنت تريد تفهم القرآن عليك بالسيرة تريد تفهم السيرة عليك بالقرآن وقلت في السيرة أو التدبر أن التدرج في التشريع الإسلامي من خصائص التشريع بل هو من أسباب نزول القرآن متفرقا وعدم نزوله جملة واحدة هذه خصيصة من خصائص التشريع العظيم في الإسلام فكان هناك تدرج في تشريع الصلاة ومر معنا الصيام ومر معنا والزكاء والجهاد والمواريث وغير ذلك بينما لم يكن هناك تدرج في الأمر بالحج ليش؟ لأن العربة كانت تحج وتعتمر كذلك نزل تحريم أكل لحم الخنزير مباشرة دون تدرج ليش؟ أن العرب لم تكن تأكل لحم الخنزير ومن الأمور التي تدرجت فيها الشريعة الإسلامية هي تحريم شرب الخمر لأن شرب الخمر كان منتشرا جدا 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 شوفوا كم جدا عند العرب ولذلك فلابد أن يكون الأمر قد وصل ببعضهم إلى حد ما نطلق عليه الآن الإدمان يعني كانوا مدمنين شرب الخمر أحبة الأكارم وعلاج إدمان الخمر كما يقول الأطباء ليس أمرا سهلا حتى قال العلماء ما حرم على العرب شيئا أشد من الخمر أشد من الخمر ولذلك جاء تحريم شرب الخمر على أربعة آية الآية الأولى في سورة النحل وهي سورة مكية يقول تعالى ومن ثمارات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقوله تعالى سكرا ورزقا حسنا بمفهوم المخالفة أن السكرا ليس رزقا حسنا بمفهوم سكرا ورزقا حسنا من ماذا من ثمرات النخيل والأعناب فلما نزلت هذه الآية قال بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر بن الخطاب وسعد بن نبي وقاص ومعاذ بن جبر رضي الله عنهم يا رسول الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مصلبة للمال فنزلت هذه الآية الكريمة التي معنا إجابة على سؤال الصحابة وهي قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فلما نزلت هذه الآية امتنع بعض الصحابة عن شرب الخمر بينما استمر الآخر الآخرون في شربها ثم نزل قول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فكان المؤذن إذا أقام الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكران لا يقربن الصلاة سكران وكان هذا الحكم يقلل جدا ماذا وقت الشرب شرب الخمر فيكون تقريبا يعني أو أنه يعني بصورة عامة صار بالليل ليش حتى أنه أكو مجال ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر فواحد ممكن ينام ويقعد على صلاة الفجر راح أتمنه السكر زين أو يجعل من يشرب لا يصل إلى حد السكر ممكن يشرب له مثلا كأس واحد حتى لا يصل إلى حد السكر ليش لأن قال لا يقربن الصلاة سكران زين الطوطح فانتبهوا بارك الله فيكم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدعو الله أن يبين للأمة في الخمر بيانا شافيا ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل أخيرا قول الله تعالى في سورة المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إذن كان هناك أربعة مراحل المرحلة الأولى سكرا ورزقا حسنا قوله تعالى فبدأ الله تعالى أن أخبرنا أن الخمر ليس رزقا حسنا فإذا لم يكن رزقا حسنا فالأولى أن تمتنع عنه فهذا كان بداية أنه أنا أجهز النفوس لما هو بعد سيأتي أكثر إذن الخمر ليس رزقا حسنا هذا أولا مرحلة الثانية أخبر تعالى أن الخمر فيه ماذا إثم كبير ومنافع للناس والإثم أكبر من النفع يعني فيه أضرار ومنافع لكن الأضرار أكثر من المنافع وإذا كانت الأضرار أكثر من المنافع فالواجب أن تبتعد عنه ثم المرحلة الثالثة أنهي عن الصلاة حالة السكر أو حالة السكر وكانت هذه هي بداية الأمر بالابتعاد عن الخمر لكن لأوقات معينة أوقات الصلاة أو عدم الإسراف في الشرب والوصول إلى درجة السكر لا يقربن الصلاة سكران ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي النهي عن شرب الخمر فقال تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا حرمة الخمر وانتهت الآيات بقوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال الصحابة اللهم قد انتهينا شوف هكذا كان قول المؤمنين فهل أنتم منتهون اللهم قد انتهينا وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة وامتثل جميع الصحابة لأمر الله تعالى فأراقوا ما عندهم من خمر في الطرقات حتى باتت المدينة كأنها في يوم مطير وكان هناك نفر من الصحابة يشربون الخمر فجاء رجل وقال لهم حرمة الخمر فأسالوا ما معهم من الخمر في الحال بل إن البعض حطم الأواني التي كانت توضع فيها الخمر كناية عن شدة امتثالهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى يقول تعالى الآن احنا أخذنا هذه طبعا مر معنا في السيرة أيضا هذا الأمر وتحريم الخمر يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر والسؤال كما ذكرت لحضراتكم كان من الصحابة لمعرفة الحكم الشرعي من حيث الحل والتحريم قال القرطبي الخمر مأخوذة من خمر أي ستر وكل شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها أو شعرها ومنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمروا آنيتكم أي غطوا آنيتكم وكانت العرب تقول الخمر الخمر بفتح الميم على الشجر الملتف لأنه يغطي ما تحته ويستره وكانت تقول الخامر وهو الذي يكتم شهادته ويقولون دخل في خمار الناس أي وسط الناس حتى ستروه واختفى بينهم ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل وتغطيه إذن الإسم نفسه منفر من هذا الشيء لأنك تشرب شيئا يغطي عقلك ويستره والخمر معروفة وهي كل شراب مسكر مهما كانت المادة المصنوعة منها مهما كانت المادة المصنوعة منها وهي لا تشمل فقط هذه المشروبات الكحولية لكن تشمل كذلك كل أنواع المخدرات لأنها تذهب العقل يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل شراب أسكر فهو حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام فكل شراب أو مادة لها أي تأثير على العقل فهي حرام والقليل منه حرام مثل الكثير الميسر كلكم تعرفوه هو القمار بكسر القف القمار وهو كل شيء فيه رهان بمال وهو مشتق من اليسر السهولة اليسر السهولة لأن المال يجيع للكاسب من غير جهد زين وأصله أن العرب كانوا يشترون البعير ويقتارعون بينهم فمن خرج اسمه يأخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء ومن بقي اسمه آخرا يدفع ثمن البعير كله ولا يكون له من اللحم شيء أي عدالة هذه سبحان الله قل فيهما يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير وقرئت إثم كثير بالثاء وقوله تعالى إثم كبير ليس المقصود بالإثم هنا هو الذنب ليس المقصود بالإثم هنا هو الذنب لأن لو كان المقصود بالإثم هو الذنب أي ذنب كبير لحرمت الخمر بهذه الآية لكن المقصود بقوله تعالى إثم كبير أي ضرر كبير واستخدام الله تعالى لكلمة الإثم للتعبير عن الضرر إشارة إلى أن هناك اتجاه لتحريم الخمر والميسر فيه ضرر كبير لأنه ماذا جاب؟ جاب النفع والمضار فاتخيلوا فإذن إثمهما ما قال النفع والضر فإذن الإثم هنا للتعبير عن الضرر إشارة إلى أن هناك اتجاه لتحريم الخمر والميسر كأن الله تعالى يمهد لهذا الأمر ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم يقدم في تحريم الخمر أي هيئ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى النفوس إن ربكم في هذه الآية يقدم في تحريم الخمر وهذه الأضرار التي أشارت إليها الآية الكريمة أضرار صحية مجتمعية اقتصادية وإذا تحدثنا عن الأضرار الصحية فهناك قائمة طويلة جدا من الأمراض التي يسببها شرب الخمر ومنها أمراض سرطانية نسل الله العفو والعافية خطيرة جدا تؤدي إلى الوفاة وقد نشرت مجلة طبية بريطانية سنة 1987 أن أكثر من 200 ألف شخص يموتون في بريطانيا سنويا بسبب الخمر يعني أكثر من 500 شخص في اليوم وفي دراسة أمريكية أن الكحول هو المسبب الأول للوفيات التي يمكن تفاديها في الولايات المتحدة وهذه الوفيات إما بسبب الأمراض التي يسببها شرب الخمر أو الناتج عن حوادث السيارات لأن نشارب الخمر وفي دراسة أمريكية أن 64% من حوادث السير المؤدية إلى الوفاة بسبب تعاطي الخمر إذا تحدثنا عن الأضرار المجتمعية كلما زاد عدد شاربي الخمر في العالم زادت معدلات الجرائم وأصبح المجتمع غير آمن في دراسة أمريكية وجدوا أن إدمان الخمر هو سبب في نصف حالات الانتحار وهو سبب في 34% من جرائم الاختصار يقول طبيب ألماني أقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون أقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون وإذا تحدثنا عن الأضرار الاقتصادية فهناك مئات الملايين من الدولارات تنفق على علاج المدمنين وهناك خسائر بمئات الملايين من الدولارات بسبب الإهمال والتغيب عن العمل ولذلك قالوا أن الخمر هي أم الخبائث أم الخبائث لأن شرب الخمر يجر إلى غيره من الآثام روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فأحبته إمرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقت هدونه حتى أفضى إلى إمرأة وضيئة عندها غلام وإناء خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كأس فسقته الكأس فقال زيدوني فلم يزل كذلك حتى وقع عليها وخاف من افتضاح أمره فقتل الغلام يعني ماذا قادة الخمر على أساس أنه ماذا إما أن تقع علي أو تقتل الغلام أو تشرب الكأس طبعا قلتك أشرب الكأس هذا أقل شيء شرب الكأس وقع عليها قتل الغلام عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو بقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعح يا الله أما الميسر فمضاره كثيرة منها إضاعة الوقت فيما لا يفيد ووقوع العداو والبغضاء بين الناس ما تشوف الناس تلعب القمار إلا وصار بينهم عداو وحد يقتل الآخر يؤدي للقتل أيضا لأن الذي يلعب القمار فإنه يعطي أمواله لغيره دون مقابل كما قال تعالى في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وهناك الكثير من حوادث القتل البشعة التي كان سببها لعب القمار ولذلك نجد تقريبا في جميع أماكن شرب الخمر ولعب القمار حراس وحراسة كثيرة جدا ويطلق عليها البوديغارد يقول محمد عبد في تفسيره من مضرات الميسر إفساد التربية بتعويض النفس الكسل وانتظار الرزق من الأسباب الوهمية وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران ومنها تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من الساعة ولا ما دون ذلك وذكر قصة رجل حكيم رأى من ولده ميلا إلى المقامرة لأن له أصداق من المقامرين فلما حانت وفاته وخاف أن يضيع ولده ما يرثه عنه وعلم أن النهي لا يكون إلا إغراءا قال له يا بني أوصيك إذا شئت أن تقامر بأن تبحث عن أقدم مقامر في البلد وتلعب معه فلما مات الرجل وورث الولد أباه أخذ الولد يبحث ويسأل عن أقدم مقامر في بلدته حتى انتهى به البحث إلى شيخ فقير رف الثياب يتسول الناس فأدرك نصيحة أبيه واستوعبها وعاد إلى رشده ولم يقامر في حياته أبدا لأن بعض المرات أنت لما تريد تنهي أبنك أو أخوك عن لعب القمار ممكن هذا النهي يكون ترغيب يعني بعد يصير يعانت معاك يريد بعد خلص أنه إلا يلعب قمار لأنه بالبداية كان عنده ولع لكنه الآن الممنوع مرغوب منعه لا أنا أريد ألعب هذا القمار فلابد أن يكون الآب الناصح يعني إن كان أخ أكبر أو ما شابه في العائلة حكيما يعرف كيف أنه يجيب هذا الولد أو الأخ إلى الطريق الصحيح مثل ما فعل هذا الوالد مع ابنه قالوا ابحث عن أقدم مقامر في البندة وشوف فأكيد راح يشوفون بأنه حالة رثة يتسول الناس وهذا الكثير حتى أنه الذي يشرب الخمور أيضا شوفهم في بعض الشوارع في البلدات في مدننا وهذا أكيد أنتوا شايفين في بلدانكم أحبة الأكارم أنه ينام على الرصيف بسبب ما أنه شرب الخمر ولعب القمار ونسى الله العفو والعافية وهذا ما قالهم أكثرهم نعوذ بالله من غضب الله وأن نغضب الله سبحانه وتعالى ومنافع هذا إيش الإثم الضرر حكينا ضرر صحية واتصادية مجتمعية وحكينا أيضا عن الميسر ومنافع للناس هذه المنافع هي عائدات بيع الخمور المكاسب التي تتحقق في القمار وهي منافع لفئة قليلة فعائدات بيع الخمور تكون فقط للمصانع والتجار مثلها مثل أي صناعة المصنع الذي قام بصناعة هذا الخمور وبعد ذلك التجار الذين تاجروا فيها هذه منافع ومنافع كبيرة جدا يحصلوها عن طريق هذا الشيء وفي تقريبا يعني يعني كما حكى أحدهم في مصر منذ أكثر من مئة سنة كان الخمار الرومي الفقير يأتي ويفتح حانة صغيرة في إحدى القرى ثم لا تزال هذه الحانة تتسع حتى تبتلع القرية كلها وتكون أموالها وغلاتها في يد اللي هم يسموها الخواجة اللي هو صاحب الحانة فهذا المنفع وين راحت راحت صاحب الحانة والبقية كلهم خسروا من اللي في جيمهم خسروا عقولهم وخسروا أموالهم وكثير منهم تسولوا في الشوارع نسل الله العفو والعافية أحبة الأكارم كذلك مكاسب القمار فتكون لأصحاب صلاة القمار ولا ينتفع بها أبدا من يلعب القمار لأن من يلعب القمار حتى وإن حقق مكسبا في أحد المرات فإنه سيعود ويلعب القمار بهذا المكسب الذي يحققه ويخسره فمن الربحان المستمر صاحب صالة القمار هو الرابح المستمر أما بالنسبة للذين يلعبون القمار فاليوم كسب بكرة يخسر وهكذا وليس للخمر والميسر أي منافع أخرى غير ذلك فالبعض يعتقد أن بشرب الخمر ينسى همومه ولذلك يقولون اشرب وانسى وهذا غير صحيح فالمخمور لا ينسى همومه بل ربما تستغرقه الهموم أكثر إذن قوله تعالى ومنافع للناس أي منافع مادية لفئة محدودة جدا من الناس ولذلك قال الله تعالى بعدها وإثمهما أكبر من نفعهما طبعا حتى في ذلك الوقت لما قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ومنافع للناس أيضا بالناس الذين كانوا يتاجرون بها منافع لهم وينطبق للقمار مثل ما ينطبق الآن بما أنه ما كانت موجودة صلاة القمار ممكن كانت موجودة بيوت يلعبون فيها القمار وكان يعطونا شيئا لصاحب هذا البيت الذي يعني يلعبون عنده القمار الله تعالى يبارك فيكم إن لم يكن هناك صالات مثل الآن الموجودة صالات كبيرة وإثمهما أكبر من نفعهما أي أن المضار العديدة التي تسببها تعاطي الخمر والميسر أكثر بكثير جدا من المنافع الدنيوية التي تعود إلى هذه الفئة المحدودة جدا من الناس ولذلك نجد أحبة الأكارم في دول أوروبا وأمريكا ألفت جمعيات لمحاربة شرب الخمور وبعض الدول الغربية كانت تجرم شرب الخمر ليس بسبب ديني ولكن لإدراكها لمخاطر شرب الخمر من هذه الدول الولايات المتحدة وهذا حكيت والله تعالى يرضى عنكم في السيرة إذا تتذكرون وكندا واستراليا والنرويج وفنلندا بل كان تجريم تصنيع ونقل وبيع الخمور جزء من الدستور الأمريكي منذ سنة 1920 إلى 1933 المسيحية واليهودية أيضا تحرم الخمر وهناك آية في التوراة تمنع مجرد الجلوس مع الشاربين تقول لا تكن بين شريبي الخمري بين المتلفين أجسادهم فلا يأتي واحد الآن يقول لك والله أنه لا الخمر حلال وكذا وموجود الخمر حرام وكان أيضا في الديانات السابقة الخمر حرام ثم قال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوْ بعد أن أجاب الله تعالى عن سؤال عن حكم تعاطي الخمر والميسر أجاب عن سؤال آخر عن الإنفاق والجمع بين الإجابتين في آية واحدة هو المقارنة بين حال فريقين من الناس فريق ينفق المال الكثير في سبيل الإثم وفيما يضره وفريق آخر ينفقه في سبيل الله كأنه تعالى يضع اللون الأبيض بجانب اللون الأسود حتى يتبين لك شدة سواد اللون الأسود وشدة بياض اللون الأبيض وهذا السؤال يسألونك ماذا ينفقون كان سؤال من الصحابة لأن الصحابة أمروا بالإنفاق في سبيل الله ولم تكن بعد قد حددت أنصبة الزكاة فكان السؤال من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم عن مقدار ما ينفقوه يقول تعالى قل العفو أي الزيادة في الأموال أي ما فضل عن الحاجة الزيادة في الأموال أي ما فضل عن الحاجة لأن أصل العفو في اللغة الزيادة يقول تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي زاد عددهم لأن بعض الصحابة كان ينفق ماله كله حتى لا يجد ما يأكله أو ما يطعم به أهل بيته فوجه الله سبحانه وتعالى إلى التصدق بما زاد عن الحاجة ولا يشق على الإنسان بدله يعني ما يتركك أنه أنت بعدين تدور على أكل وشربه ما تلقي عرفتم شلون الزيادة هذا هو قل العفو أي ما زاد عن الحاجة وقد ذكرت من قبل الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال صلى الله عليه وآله وسلم أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم يعني بعد ما أنه أنفقت على نفسك ولدك أهلك خادمك قال أنت أعلم يعني كلهم هذولا ما تركتم في حاجة يعيشون حياة كريمة أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا زين يعني أنت بكيفك تريد من هنا من هنا فالمهم أنه أنت يعني ما تترك أهلك في حاجة وأنه والله ما خلت لهم لا طعام ولا شراء إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى فكان الرجل بعد نزول هذه الآية يأخذ من ماله ما يكفيه لعام وينفق باقيه حتى نزلت آية الزكاة في سورة التوبة وحددت أنصبة الزكاة فنسخت هذه الآية اللي هي ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو ولكن يبقى المعنى أن تبدأ بالنفق على نفسك وعلى أهل بيتك فإن فضل شيء فتكون الصدق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هنا توجيه من الله تعالى إلى التفكر لأن الله تعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما فكأنه تعالى يقول تفكروا أيها المسلمون في مضار الخمر والميسر وتفكروا أيضا في منافعهما وإذا أمعنتم التفكير في هذا الأمر فسيكون الإختيار حتما هو ترك الخمر والميسر حتى قبل تحريمهما شوف الآن الآية دعت إذا ماذا إلى التفكر بعدما قال لهما وإثمهما أكبر من نفعهما تفكروا في مضارهما ونفعهما وإذا أمعنتم التفكير في هذا الأمر فسيكون الإختيار حتما هو ترك الخمر والميسر حتى قبل تحريمهما كذلك قوله تعالى في الدنيا والآخرة أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعرفوا فضل الآخرة على الدنيا يعني كذلك لما أنت تفكر في الدنيا وتفكر في الآخرة أيهما أفضل الدنيا من الآخرة طبعا الآخرة ونجد أن قوله تعالى في الدنيا والآخرة جاء في الآية التالية مع أنها استكمال لمعنى الآية التي معنا فكان الطبيعي أن تأتي في هذه الآية كأن الله تعالى يعطيك فرصة للتفكير في الأمر فأنت تقرأ لعلكم تتفكرون ثم تقف وتقرأ في الدنيا والآخرة لاحظتم الآن؟ كأن الله تعالى يعطيك فرصة للتفكير حتى تصل ما هو الأفضل المنافع والإثم فوصلت إلى الإثم فكذلك عندك الدنيا والآخرة أيهما أفضل الدنيا أم الآخرة؟ حتى في مصحف المدينة المطبوعة الآن في كل دول العالم نجد أن قوله تعالى لعلكم تتفكرون في صفحة وقوله تعالى في الدنيا والآخرة في صفحة أخرى وقوله والآخرة إشارة إلى أن هناك اتجاه لتحريم الخمر والميسر كأن الله تعالى يماهد لهذا الأمر يعني هيئ النفوس أحبتي في الله هذه النفوس كما ذكرت لكم في بداية الحلقة مدمنة على شراب الخمر فلابد أن يكون هناك بهدوء حتى لما يدخلوا الآن الناس الذين هم مدمنين مخدرات شربوا الخمر ما راح بيوم وليلة أنه هو خلص انتهى عنده هذا الإدمان لا راح يعني راح يشتغلون مع شهر وشهرين وثلاثة بهدوء حتى يسحبون كل هذا السم من جسمه عرفتم؟ فكانها تمهيد للأنفس حتى يأتي التحريم النهائي للخمر وآخيرا أحبتي في الله ركزوا معايا شوي قد يسأل سائل ويقول لماذا ربطت الآية الكريمة ما بين الخمر والميسر وحقيقة لما واحد من عندنا يتدبر هذه الآية الكريمة وخاصة يعني أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي ليش بالنسبة لي كما تعرفون أحبتي في الله أنه كنت سابقا نصرانيا ومن الله علي بالهداية لإسلام كنت أرى أن الذي انتبهوا يلعب القمار يشرب الخمر غالبا هذا أولا وقرأت بحثا عجيبا في هذا الأمر حتى ثبت علميا أن الخمر والميسر لهما نفس التأثير على الدماغ ولو أن الميسر أثره أبطأ لكنه مدمر على مر الزمن هناك مركز في المخ يفرز مادة اسمها الدوبامين وعندما يشرب الإنسان الخمر أو يطعط المخدرات أو يلعب القمار فإن الدماغ يفرز عشر أضعاف هذه المادة وهذا يؤدي إلى إرهاق خلايا الدماغ وتدمير جزء منها وتطوير السلوك العدواني تجاه الآخرين يا الله أعيد هناك مركز في المخ يفرز مادة اسمها الدوبامين وعندما يشرب الإنسان الخمر أو يطعط المخدرات أو يلعب القمار فإن الدماغ يفرز عشر أضعاف هذه المادة وهذا يؤدي إلى إرهاق خلايا الدماغ وتدمير جزء منها وتطوير السلوك العدواني تجاه الآخرين من أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إثمهما أكبر من نفعهما يا الله قلوا لي يعني ينشع عنده سلوك عدواني تجاه الآخرين بعد ما كان إنسان سوي بس مجرد أنه جاء إلى مجالس الخمر وشرب الخمر ومجالس القمار أو المخدرات والعياذ بالله أمر آخر يربط بين الخمر والميسر أن الخمر يصل شاربه بمرور الوقت إلى الإدمان وكذلك الميسر يصل بصاحبه إلى الإدمان ولكن ممكن الوقت الذي يحتاجه الميسر أكبر أو أطول شوية من الخمر لأن الذي يلعب الميسر كلما ربح طمع في الزيادة وكلما خسر أراد أن يعوض الخسارة فلا يتوقف فهو ما بين التعويض والطمع فلا يتوقف فيدمن هذا الأمر إلى أن يتسول بالشوارع بعد خلص بعد ما عنده أي شيء والله حتى أن الكثير منهم يعني كانوا يلعبون خلصت فلوسهم على بيوتهم خلصت حتى والله العظيم نس الله العفو والعافية على عراضهم نس الله العفو والعافية فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا نهدانا الله هكذا انتهت هذه الصفحة بفضل من الله ومنه وكرمه لكن لن أغادر الصفحة قبل أن أذكر لكم بعض ضبط المتشابهات التي موجودة في سورة البقرة ونقف على بعض اللمسات والفوائد كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وردت مرتين في سورة البقرة وفي القرآن يعني لا يوجد في القرآن غيرهما وكلاهما في سورة البقرة الخمر والميسر الذي في البقرة وجنة احترقت ما هي الجنة؟ احترقت الآية رقم 266 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الْثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَافَةٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ احترقت الجنة البستان احترق إذن هذه الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وردت مرتين في سورة البقرة وهي الوحيدة في القرآن وين؟ في الخمر وجنة احترقت في الخمر وجنة احترقت زين يعني الخمر يسألونك عن الخمر في البقرة ها نحن نتكلم في البقرة الله يبارك فيكم لأنه عندنا آيات أخرى بالخمر في سورة المائدة مثلا وغيرها فننتبه الله يكرمكم في سورة النساء فنحن نتكلم الآن لضبط الآيات بينما هذه ولكن هذه الخاتمة فقط في البقرة لا يوجد في القرآن غيرها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون زين آياته شوف بعض المرات تجينا آياته وتجينا الآيات آياته تكون مضافة إلى رفض الجلالة لتشريفها وتعظيمها الآيات عامة من حيث اللغة آياته خاصة الإضافة إلى ضمير الله سبحانه وتعالى فيها تشريف وتعظيم آياته مثل ما جاء أحل لكم ليلة الصيام ولا تنكحوا المشركات جاءت آياته فيها ماذا؟ نحن نجي نشوف أنه فيها تشريف وتعظيم الآيات عامة من هذا يبدو لنا أنه في المواطنة التي تضاف فيها إلى ضميره معناها أنها أهم وأكد لأنه حدود لأنه أحكام يعني المواطنة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى في القرآن آياته بالإضافة إلى ضميره سبحانه معناها أهم وأكد مما لم يضاف الآيات أعم والأمر الآخر أخص آياته زين الأحكام المختصة بالحلال والحرام فتكون آياته حدود تكون آياته والتي أقل منها تكون الآيات مثل ما هذه موجودة عندنا لما يكون مثلا ضرب مثال الدعوة إلى الموعظة والتفكير تتفكرون تكون الآيات وختمة الآية تتفكرون هنا الكلام على قضية تستدعي التفكير وطلب للتفكر شوف تتفكرون إما بضرب مثل حتى يتأمل الإنسان بهذا المثل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخل وعنا وإما أن يكون جوابا عن السؤال يسألونك عن الخمر والميسر حتى يتفكر في الإجابة عن السؤال ويعطيه فرصة والآيتان سبحان الله العظيم فيما يتعلق بالمال وهذا ما يخص ختام هذه الآية والآن سأجيب سؤال ورد أثناء البث المباشر في الحلقة السابقة من التدبر وقال أحد المتابعين أو إحدى المتابعات لا أذكر بأنه تلتبس علي مواضع يسألونك ويسألونك في البقرة فانتبه بارك الله فيكم عندي أنا يسألونك عن ويسألونك ماذا من تقراها ماذا تكون في الإنفة وعن إما جاءت عندي الأهلة أو الشهر الحرام أو الخمر والميسر مثل ما مر معنا هنا عن إذن يسألونك عن الأهلة الشهر الحرام الخمر والميسر الأهلة أولا يكون الهلال ونرى الهلال ثم يثبت دخول ثم بعد رؤية الهلال يثبت دخول الشهر يعني الأهلة الشهر الشهر الحرام يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر إذن أولا الهلال ثم دخول الشهر شهر الحرام ثم الخمر والميسر وهذه منفصلة وماذا يسألونك عن في البقرة ثمين ثمين ويسألونك هذه اللي مرت معنا يسألونك انتبهوا بس معايا يسألونك هنا ويسألونك احنا عنا نتكلم اللي جاء عن عن اليتام وعن المحيض اذا عدنا احنا الاهلة الشهر الحرام الخمر والميسر وعدنا اليتام وعدنا ماذا عدنا عن المحيض زين لو تلاحظوا احبتي في كل مواضع جاءت عندي صدر آية الا المواضع الذي هو في اليتام جاءت عندي في وسط الآية وما بما انه وسط الآية ووسط مع و ويسألونك جاءت بالو زين اما مواضع يسألونك عندي وحدة يسألونك ماذا والثانية ويسألونك ماذا وقل الثانية في الهفاق لأن الأولى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكن وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله بيعليم أما الثانية في الوسط ويسألونك في هذه الآية التي بدأت يسألونك عن الخمر والميسر قل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إذن لما تأتي ماذا تكونوا ينفقون بعدها وعندي وحدة يسألونك ماذا ينفقون وينفقون واللخ ويسألونك ولو تلاحظ أنه ويسألونك في الوسط هذه صدر آية بدون هو هذه في الوسط هو وسط مع هو ويسألونك إذن أنا عندي يسألونك عن ويسألونك عن وعندي يسألونك ماذا ويسألونك عن ثلاثة اللي هو الأهلة دخل به الشهر الحرام الخمر والميسر يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر وعندي ويسألونك عن جاءت عن اليتام ويسألونك عن المحيض اثنينهم في نفس الصفحة أحبتي في الله اثنينهم في نفس الصفحة خلوه ببالكم الصفحة رقم 35 وحدة فوق والثانية في الوسط ويسألونك ويسألونك لما تيجي ماذا معاها ينفاق معاها وَوَقَطْ مَعَ مَاذَا؟ يُنْفِقُون وَرَى مَاذَا؟ لكن وحدة منها ستكون في وسط الآية بنفس آية يسألونك عن الخمر ويسألونك ماذا ينفقون إذن ممكن بجملة إنشائية تقول وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَ الْيَتَامَ وَفِي الْمَحِيضِ يعني ماذا جاء يسألونك عن الإنفاق التي هي في وسط آية يسألونك عن الخمر بعدين وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وهذه متتالية شوف لو تشوف أنه الآية نهاية 34 لما في وسط الآية وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوُ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك ماذا ينفقون وجدت وراها بعدها منه ويسألونك عن المحيض إذن متتاليا ويسألونك 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 لكنه لما يكون الإنفاق ماذا خلوها ببالكم بس بهذه الطريقة نضبط موضع يسألونك ويسألونك ثلاثة بالواو في سورة البقرة عن الإنفاق التي هي بالزيادة العفو والمحيض واليتامة زين تقدر بجملة إنشائية ويسألونك عن الإنفاق على اليتامة وفي المحيض انتهت الصفحة الحمد للرب العالمين أشكركم لحسن المتابعة وأنتم صبرتم علي الله تعالى يرضى عنكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبهذا انتهت الصفحة التدبر الصفحة 34 وإن شاء الله في حلقة قادمة إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله رح نبدأ بتدبر الصفحة رقم 35 إن كان في العمور بقية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر